اشتركوا في القناة الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله وذلك بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم كما هنأ المجلس كافة المواطنين بهذه المناسبة الوطنية مشيدا المجلس بما تحقق للمملكة من منجزات في كافة المجالات وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وثمن مجلس الوزراء توجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوفير اللقاح الآمن لفيروس كورونا وإتاحته مجانا للمواطنين والمقيمين بما يسهم في تعزيز خطط الأمن الصحي الاستباقي حفاظا على صحة وسلامة الجميع وأثنى المجلس على جهود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتسجيل لقاح سينوفارما الصيني رسميا بما يسهم في تعزيز جهود التصدي لفيروس كورونا وتوفير اللقاح للجميع حفاظا على صحتهم وسلامتهم ووجه مجلس الوزراء وزارة الصحة بالإسراء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم بعدها استذكر مجلس الوزراء بمناسبة يوم الشهيد تضحيات شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن ومكتسباته مجسدين أنبل القيم في سبيل الذود عن حياض الوطن والدفاع عن أمنه دعيا المجلس المولى القدير أن يرحم شهداء الوطن الأبرار وأن يحفظ البحرين ويديم أمنها وأمانها وبمناسبة يوم الشرطة البحرينية ثمن مجلس الوزراء الجهود المبذولة من منتسب وزارة الداخلية في كافة القطاعات الأمنية ترسيخا للأمن وتعزيزا للاستقرار بما يحفظ المنجزات والمكتسبات الوطنية وفي هذا الصدد رحب مجلس الوزراء بفوز الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك برئاسة مجلس منظمة الجمارك العالمية بالتسكية وأشهد المجلس بتحقيق مملكة البحرين المركز الأول عربيا في مدة العلوم والرياضيات وفي الاختبارات الدولية في العلوم والرياضيات تيمز 19 وهو ما يعكس تطور المسيرة التعليمية في مملكة البحرين بعدها رحب مجلس الوزراء باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء المغربية وافتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة مشيدا المجلس في الوقت ذاته بإقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل ما يسهم في تعزيز مساعي تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وقرر أولا الموافقة على المذكرات التالية واحد مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة الهدفة إلى تنظيم نشاط الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي في مختلف التطبيقات اثنان مذكرة اللجنة القانونية بخصوص الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ثلاثة مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن توسعة نطاق إعفاءات القيمة المضافة على المشاريع التنموية الممولة بموجب القروض بهدف المساهمة في مساندة ودعم مملكة البحرين لتمويل المشاريع التنموية والاستراتيجية أربعة مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على أربعة اقتراحات برغبة من مجلس النواب ثانيا استعرض المجلس الموضوع التالي واحد مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تنظيم استيراد وتداول الملابس والمستلزمات والمعدات والتجهيزات العسكرية والأمنية المقدم من وزارة الصناعة وتجارة والسياحة بما يسهم في تطوير العمليات التنظيمية في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر